موسيقى بفضل تمهيد سلاحة جو والمدفعية تمكننا من السيطرة على دوار السيوف ودوار غسان عبود والملعب البلدي وقواتنا تابع تقدم بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بعد سلسلة من العمليات الدقيقة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة دير الزور بالكامل بعد أن أجزت على ما تبقى من أوكار تنظيم داعش الإرهابي في المدينة وقضت على أعداد كبيرة من إرهابي التنظيم بمن فيهم من متزعمين وأجانب ودمرت أسلحتهم وعتادهم وغنمت مستودعاتهم من الأسلحة والذخيرة وتقوم وحدات الهندسة بطمشيط أحياء المدينة وإزالة العبوات الناسفة والمفخخات التي خلفها التنظيم الإرهابي في المباني والساحات تأتي أهمية هذا الإنجاز من الموقع الاستراتيجي لمدينة دير الزور كونها تشكل عقدة مواصلات تربط المنطقة الشرقية بالمنطقتين الشمالية والوسطى وتشكل ممرا رئيسيا بين بادية الشام والجزيرة السورية ومنها إلى القطر العراقي الشقيق بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية كمنطقة زراعية تعد خزانا رئيسيا للنفط والغاز كما أن تحرير مدينة دير الزور يشكل المرحلة الأخيرة في القضاء النهائي على تنظيم داعش الارهابي في سوريا خاصة أنها كانت تمثل المقر الرئيسي لمتزاعمي التنظيم وبفقدان سيطرته عليها يفقد قدرته بشكل تام على قيادة العمليات الإرهابية لمجموعاته التي أصبحت معزولة ومطوقة في الريف الشرقي للمدينة إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تحيي سمود أهلنا في دير الزور وبطولات قواتنا المسلحة وتضحياتها لتحقيق هذا الانتصار تؤكد أن الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة مصمم على مواصلة حربه على ما تبقى من فلول تنظيم داعش الارهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية دمشق في الثالث من شهر تشرين الثاني لعام الفين وسبعة عشر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر